اشهد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى نائب الاول لرئيس مجلس الوزراء اشهد بتواصل النشاطات والفعاليات التي تستضيفها حلبة البحرين الدولية على المستويين المحلي والدولي وفق اعلى المعايير التنظيمية لتواصل دورها كمنصة رائدة لانطلاقة رياضة السيارات في الشرق الاوسط بخبرات شبابية وهوية وطنية اكدت عطاءها لرياضة السيارات والاستفادة منها جاء ذلك لدى زيارة سموه لحلبة البحرين الدولية حيث شهد سموه جانبا من مهرجان البحرين لرياضة السيارات الذي تضمن منافسات اليوم الختامي لبطولة الكارتنج لفائتي اوكي واوكي جونيور الدولية التي يقيمت على حلبة البحرين الدولية للكارتنج والجولة الختامية من بطولة العالم للتحمل تحت اشراف الاتحاد الدولي للسيارات الى جانب البطولات المساندة وهي الجولة الاولى من كأس تحدي البورج جي تي ثلاثة الشرق الاوسط والبطولة الدولية كما نوه سموه بما تلقاه رياضة السيارات من اقبال جماهيري كبير من مملكة البحرين وخارجها وهو ما يعكس الجهود الطيبة التي تبذلها الحلبة في التنظيم ونجاحها في الترويج لمختلف الفعاليات التي تستقطبها مؤكدا سموه دعمه لتوجهات حلبة البحرين الدولية نحو تعزيز دورها في رياضة السيارات كما عرب سموه عن تقديره للدور الذي تقوم به لجنة الكارتنج الدولية برئاسة الشيخ عبدالله بن عيسى الخليفة رئيس الاتحاد البحريني للسيارات واستثمار حلبة البحرين الدولية للكارتنج في تشجيع الناشئة والطاقات الشبابية على ممارسة هذه الرياضة واشاد سموه بالجهود التي بذلها القائمون على فعالية مهرجان البحرين وحسن التنظيم والإدارة لهذه الفعاليات وهو ما يضاف إلى النجاحات المتتالية التي تحققها حلبة البحرين الدولية على صعيد إقامة وسضافة مختلف الفعاليات والمسابقات المتصلة برياضة السيارات مؤكدا سموه على تواصل الجهود لتعزيز دور السياحة الرياضية وتوسيع نطاقها باعتبارها إحدى المنتجات الهامة للقطاع السياحي في المملكة هذا وقام كل من سمو الشيخ عيسى بن عبدالله بن حمد الخليفة والشيخ سلمان بن عيسى الخليفة الرئيس التنفيذي لحلبة البحرين الدولية والشيخ عبدالله بن عيسى الخليفة رئيس النجة الكارتك الدولية والسيد عارف رحيم رئيس مجلس إدارة حلبة البحرين الدولية بتتويج الفائزين بالمراكز الأولى وذلك ضمن البطولة العالمية للكارتنغ من على أرضها ولكونها موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط دائما ما تبرع حلبة البحرين الدولية في احتضان متنوع المهرجنات التي يشتعل فيها لهيب منافسات سباقات السرعة ليملأ سماء محيطها هدير محركات السيارات الذي يصم آذان المتابعين عن بعيد ويشغل فكرة واهتمام الناظرين عن قريب ليضعهم في قلب مغالبة محترفي جولات السباقات وما تقول إليه مراكزهم بين الثانية والأخرى أنظار العالم ستتجه صوب مملكة أرض الخلوط فمن بين خمسة سباقات عالمية كبرى استطاعت كما هو المعتاد حلبة البحرين الدولية على احتضان ثلاث بطولات عالمية المستوى في آن واحد كبطولة التحمل WEC وعالمية الكارتنج أوكي أوكي جونيور إلى جانب السباقات المساندة المتمثلة بكأس تحدي البورش GT3 الشرق الأوسط والبطولة الدولية MRF فرصة الواحد يشوف من سباقات الاندورنس أو الست ساعات إلى الكارتنج والصغار عندنا 150 متشارك في الكارتنج حوالي 268 شخص اللي سابق معنا ألف مكانيك وناس اللي يساعدونهم فبطولة كبيرة برامج ترفيهية حلوة للجمهور عندنا ثلاث سباقات مع بعض فهذه شوي حط نوع من الضغط على الستاخ في البياي سي بس الحمد لله هم قدها ومواش الله يعني كل شي مواشي إمكانات ذللت جميعها من أجل الخروج بمهرجان يستحق العلامة الكاملة وسواعد بحرينية استطاعت أن تكون هي الجوهرة الأنصع في سماء هذا العمل المنظم الذي يضمن ديمومة شروق شمس منافسات السرعة على الحلبة الأكثر جمالا والأفضل على مستوى البنية التحتية وتصميم أبرز ما يميزه تلك الإنحناءات والتعرجات التي تزيد من حدية المنافسة الدعم الذي حصله من قبل جميع الوزارات الحكومية من الوسائل الإعلامية المرئية والمقروعة والمسموعة طبعا هذه كلها تؤدي إلى إنجاح الفعالية نفسها نحن في البحرين الحمد لله الحين أنا أقول لك حاليا نحن ندير سباقين مع بعض سباق في حلبة البحرين الدولية وسباق في حلبة البحرين الدولية للكارتينج بإدارة بحرينية يعني 99% بحرينية البحرين أثبتت من سنة 2004 ومن شأن هذه الحلبة السباق الموجودة أننا البحرينيين والشباب البحريني بالذات هم قادرين أنهم ينظمون هذه السباقات العالمية وعلى مستوى عالي الفعالية هذه أحنا مفتخرين فيها كون مملكة البحرين قامت بشيء هذا سباقات دولية تحظى بمتابعة ممارسي وعشاق رياضة السيارات فهي من تحتل المكانة العالية على المستويين التنظيمي والفني ولما توفره من ساعات نهارية وليلية تكون مليئة بالتحدي والتشويق فضلا عن فقرات ترفيهية مصاحبة وضعها المهرجان ووجهها لتناسب أذواق جميع أفراد الأسرة والتي من شأنها أن تميز جولة البحرين عن غيرها وتمنحها الطبيع الخاص في حلبة البحرين الدولية موطنوا سباق السيارات السريعة تجد الفتارة والندية وحسن التنظيم الذي بات يعطيها الحق دوما في استضافة مختلف منافسات السرعة التي فرضت نفسها على خارطة كبرى السباقات العالمية لتلفزيون البحرين محمد رشيدات